أكدت سعادة السيداء أمنى بن تحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أتن أن التنمية والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين على كافة الأصعد وفي مختلف المجالات ولسيما بقطاع التخطيط العمراني تأتي في ظل قيادة جلالة الملك المعظم للسياسات الوطنية المتعلقة بهذا القطاع والمتابعة المستمرة من قبل سموه للعهد الرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف مناطق المملكة تنفيذا للقرار الصادري عن سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قطاع التخطيط العمراني أحد أكثر القطاعات تطورا في المشاريع والخدمات التي يقدمها في مملكة البحرين يواصل مسيرة التطور والتحديث سعيا لتحقيق رؤى وتطلعات المملكة فقد أعلنت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني خلال هذا المؤتمر الصحفي عن اعتماد 35 اشتراطا جديدا في الاشتراطات التنظيمية للتعمير القرار يأتي ضمن إطار خطط واستراتيجيات الهيئة منذ الشاهة في العام 2017 وهذا طبعا استكمال الجهود الحثيثة في تلبية احتياجات القطاع العقاري والعمراني طبعا هذا القرار يهدف إلى رفض مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين على كافة الأسعدة وهو مختلف المجالات في ظل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه للسياسات الوطنية المتعلقة بقطاع التخطيط العمراني والذي يحظى بمتابعة المباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار إصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير جاءت مواكبة للتطورات التنموية الكبيرة التي تشهدها مملكة البحرين إذ تطمح هذه الاشتراطات المتطورة إلى دعم وتعزيز الاستثمار في السوق العقارية البحرينية وتنمية عمرانية مستدامة وتخطيط نموذجي وشامل للأراضي طبعا يعتبر غطاء التخطيط والتطوير العمراني في ملاثات البحرين من الغطاعات التي تشهد تطور كبير من حيث نوعية المشاريع والخدمات التي تقدمها طبعا كل هذه من أجل تحقيق الرأى والتطلعات الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وحسب توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء طبعا أحب أوضح أن الموافقة الكريمة قبل مجلس الوزراء الموقر على مشروع قرار إصدار الاشتراطات التنظيمية الجديدة للتعمير تواكب التطورات والتنمية العمرانية المتسارعة التي تشهدها مملكتنا وتعتبر هذه طبعا خطوة مباركة تدعم كل الغطاعات التنموية وتساهم أيضا في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين سواء في المملكة ولا خارج مملكة البحرين قامت هيئة التخطيط والتطور العمراني بالتنسيق مع أكثر من 22 جهة حكومية بالإضافة إلى ذلك قامت بعقد مجموعة وراش عمل واستبيانات للغطاع الخاص تشمل المكاتب الهندسية والمطورين العقارين وأيضا جمعية المهندسين وبناء عليه تم تجميع هذه الملاحظات وتم تعديل الاشتراطات التنظيمية للتعمير بما يتوافق مع ملاحظات الجهات المذكورة بالنسبة لأبرز التعديلات والتصانيف التي تم استحداث في القرار الجديد طبعا هو تم استحداث 35 تصنيف جديد وتعديل 9 منهم والغاء 14 تصنيف من أبرز التعديلات والتصانيف التي تم استحداثها طبعا أنا أتكر لبعض منها تم زيادة نسبة البناء في تصنيف السكن الحدائقي من 55% إلى 70% وأيضا تم تعديل نسب البناء في المناطق الزراعية الاستثمارية من 30% إلى 90% علشان أن الأراضي الزراعية تكون دات جدوى اقتصادية أكبر وأيضا من أهم التصانيف التي تم استحداثها هي تصانيف المناطق البلال السكنية وتصنيف مناطق محطات الوقول وتصنيف مناطق المساحات المفتوحة الاشتراطات التنظيمية المتطورة للتعمير جاءت لتلبية طموحات كبيرة لدى المستثمرين المحليين والأجنبيين من خلال توفير خيارات عديدة ودقيقة تدعم قرارات الاستثمار وتساند التخطيط التنموي والاستثماري والاقتصادي في مملكة البحرين بعد سلسلة من الدراسات المستفيدة وبمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية معنية قامت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بتحديث التصنيفات العقارية لتصبح 79 تصنيفا جاءت لمواكبة التحديات والتسارعات الكبيرة في هذا القطاع الحيوي يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين